اشتركوا في القناة تعبدنا بالشرع فالإيمان شرعاН لابد تتضمن خمسة أشياء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاع وينقص بالمعصر قول عمل اعتقاد يزيد وينقص هذا الإيمان عند أهل السنة إذا اختل واحد من هذه الخمس لم يكن بإيمان عند أهل السنة والجمع قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل قلب وعمل جواره يزيد بالطاعة وينقص بالمعصر ما هو الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول النساء وأدناها إيمانة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوار والحياء هذا عمل القلب يزيد أيكم زادت هذه إيمانة هذا الدليل أنه يزيد وإذا كان يزيد لابد ينقص وجاء النقص مصرحا به في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين إذن الدنيا ينقص عندها مفهوم إذن هذا الدليل على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجمع يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أسباب زيادة الإيمان الأول درس التوحيد والثاني التفكر في مخلوقات الله وكثرة الطاعات واجتناب المعاصر هذه أسباب زيادة الإيمان ترجمة نانسي قنقر